من جزائر تنضم إلينا حدى حزام الكاتبة الصحفية ومديرة تحرير جريدة الفجر سيدة حدى إداع أحمد ويحيا أمس سجن الحراش واليوم أيضا عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق هل من الممكن أن يهدئ من روع الشارع الجزائري؟ مساء الخير في الحقيقة أعتقد أنه كذلك لأن الجزائريين أمس الشارع الجزائري استقبل قرار إداع أحمد ويحيا الحبس المؤقت بكثير من الفرح والزهاريد وأيضا حتى الشوارع كانت يعني وكأنها في حفل كأنها في حفل كراوي مثلما تعودنا أيام المباريات الكروية لأنه هناك الكثير من فساد المستشري منذ فترة عشرين سنة خاصة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال أو أيضا أحمد ويحيا بذكر كيلو عشرين سنة سيدة حدى هل من الممكن أن نقارن هنا بملفات الفساد الحالية بملفات الفساد التي سببت جدل كبير مثل ملف خليفة وأيضا ملف سونطراك؟ نعم كل هذه الملفات حدثت أثناء فترة بوتفليقة وقد طالب الجيش بإعادة فتح ملف الخليفة وملف سونطراك المتورط فيه رئيس الوزير السابق وزير طاقة السابق شركيب خليل كل هذه الملفات ستعيد العدالة النظر فيها لأنها هناك الكثير من التسطر على الفساد ويجب إعادة نظر فيها مطلب إداع أحمد ويحيا وعبد المالك سلال الحبس كان مطلب قوي لدى الشارع الجزائري هل ربما يعيد الثقة هذا القرار أو هذه الخطوة؟ هل ربما تعيد الثقة في عبد القادر بن صالح أو في الحكومة الحالية في نظرك من جانب الشارع الجزائري؟ لا أعتقد أن الشارع الجزائري سيضع شيئا من الثقة لا في الحكومة الحالية ولا في عبد القادر بن صالح ربما بدأت تهدأ بعض النفوس وألاحظ ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كثير من المشككين بدأوا يباركون هذه الخطوات ويقولون يعني يهنئون العدالة على هذه الاستفاقة لكن يبقى مطلب الشارع الجزائري رفض الحكومة سنراه ربما غدا هل تظهر هناك رضا بهذه النتيجة؟ أمس يواصلون طلب مغادرة وجوب إقالة الحكومة وأيضا عبد القادر بن صالح وإن كان موجود عبد القادر بن صالح حاليا على رأس الدولة ضروري لأنه هو الذي يوقع هذه التقارير ويقوم بهذه الإجراءات وفي حال إبعاده ستواجه الدولة أزمة لأنها بدأت حرب على الإرهاب وهي مجبرة أن تجد أحدهم ليوقع الاستدعاءات ويوقع الأوامر بفتح الملفات حد حزام الكاتبة الصحفية الجزائرية ومدير التحرير جريدة الفجر شكرا جزيلا لك كنت معي من الجزائر شكرا جزيلا لك